حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في المملكة المغربية اليوم الأحد الجدل حول منح ممورية ثالثة لأمينه العام ورئيس الحكومة السابق عبدالله بن كيران بعدما صوتت غالبية أعضاء المجلس ضد مقترح تعديل المادة السادس عشر من القانون الداخلي صوت 126 عضوا ضد مقترح تعديل المادة في مقابل 101 لصالح التعديل الذي يمنح بن كيران فرصة ثالثة على رأس الأمانة العامة وذلك في اقتراع سري استنادا إلى نص المادة السابعة والخمس من النظام الداخلي وشهدت المداولات التي سبقت التصويت على مقترح تعديل المادة السادس عشر مواجهات بين مؤيد ومعارضي الولاية الثالثة وقد قدم مصطفى أرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مرافعة باسم معارضي الولاية الثالثة في حين دافع القيادي بالحزب عبد العزيز افتاتي عن تمكين بن كيران من ولاية الثالثة ويعارض الوزراء المنتمون للعدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني باستثناء وزير الاتصال مصطفى الخلف تعديل نصوص الحزب من أجل منح مورية ثالثة لبن كيران وقبيل بدء أعمال المجلس الوطني قال بن كيران إن حزب العدالة والتنمية ذابت وقوي لاستناده إلى المرجعيات الإسلامية وعلى ذوابت الوفاء والولاء للملكية والحفاظ على استقلالية القرار الديمقراطي الداخلي وضاف بن كيران إن مشكلتنا داخليا يجب أن نعالجها كرجال كبار يحملون مثلا عليا فيما اعتبر القيادي مصطفى رميد على هامش حضوره عمال المجلس الوطني للحزب المنعقد في سنة تعديل المادة السادس عشر من القانون الداخلي ليس من مصلحة الحزب محذرا من أنه في حال تعديل المادة المذكورة سيصبح الحزب حزبا جديدا ونسخة أخرى مؤكدا أنه لن يخجل من التعبير عن رأيه خلال أعمال المجلس واختار الحزب عبدالإله بن كيران أمين العاما له في العام 2008 وتم التجديد له عام 2012 كما اختاره الملك المغربي في نوفمبر عام 2011 لقيادة الحكومة بعد فوز الحزب بأغلبية عضاء البرلمان وقد استمر في المنصب حتى إبريل من عام 2017 ومن المقرر أن يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرا عاما في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل لانتخاب أمين عام وقيادة جديدة لأربع سنوات قادمة